في ظل الحملة الشريسة التي يشنها نظام الأسد على المناطق الخارجة عن سيطرته قام المجلس المحلي والشرطة الحرة والدفاع المدني في بلدة تر ملابري في إدلب بإنشاء صفارة للإنذار تعمل على الطاقة الشمسية وبذلك تنبه الأهالي من احتمالية حدوث قصف على البلدة وفض التجمعات في الساحات العامة ومدارس الأطفال وإعطائهم وقتا لا بأس به من موت محتمل مشروعه هو عبارة عن جهاز إنذار يعمل على الطاقة الشمسية طبعا نحن طرحنا هذا المشروع بسبب الدمار الموجود في مناطقنا من قصف طيران ومن قزايف بتنهالها على المنطقة والهدف منه الأساس هو حماية الأهالي الموجودين في مناطقنا وأهلنا من هذا الدمار تعمل صفارات الإنذار في عدة نقاط في البلدة وعلى مدار الساعة لتنبيه أكبر عدد ممكن من الأهالي وعند إقلاع طائرات النظام ومعرفة الوجهة يتم استقبال نداءات المراصد اللاسلكية لتشغيل صفارات الإنذار التي تنبه باحتمال حدوث غارة أو حدوث قصف مدفعي وبذلك تتيح للأهالي الإختباء والنزول إلى الملاجئ يوجد صعوبة بالتواصل بين المدنيين لأي استهداف فكان الفكرة من صفارات الإنذار إيصال أي معلومة تصل عن طريق المراصد لأي استهداف لعدم توفر القبضات اللاسلكية ووسائل التواصل الاجتماعي بين الناس فكان مشروع صفارات الإنذار الهدف الأساسي حماية المدنيين وتقرير من الخسائر البشري بالأرواح وأعطاء المجال لأجل إخلاء الأماكن العام والساحات والاحتماع بالملاجئ لا قد خطوة صفارات الإنذار استحسان الأهالي حيث ستحصل على تنبيه بقدوم طائرة أو قصف دون الحاجة إلى أجهزة لاسلكية إبراهيم سويد ريفو إدلب حلب اليوم